مجلس الشيخ أستاذ أنديل الأمريكي بيسعى لإقرار قانون لوضع روسيا بأنها دولة راعية للإرهام ولا تفيا أيضا تسعى لذلك وتدعى الحلفاء الغربيين إلى فرض عقلات لا تفيا فعلت ذلك لوضع أي دولة كراعية لا تفيا أي شروط هذا ما نراه لا أريكم إلا ما أرى أمريكا اعتمنت كده أمريكا مثلا بعد أحداث سبتمبر 2001 قالت اللي معايا أو لضضي أمريكا كانت في لحظة فوات في تاريخ العالم اللي بنسميها لحظة الأحادية القبية اللي هي فكرة أن القبية السنائية بين موسكو ووشنطن خلصت في بداية التسعينات بينهيارات الاتحاد سوفيتي لكن ما تكونش عالم جديد في البينبين صارت لحظة كانت هي لحظة المجد الأعلى في التاريخ الأمريكي أمريكا كانت فيها القوة الأعظم بمعنى إيه؟ إنه القوة المرهوبة لكل خيف منها والمرهوبة الكل اللي يريد أن يذهب إليها أو يصنع أمريكا أخرى في أوطان دي لحظة فوات في التاريخ جاذبية السحرية لأمريكا لكن المشكلة أن هذه الجاذبية السحرية بدأت كثرب بعيد لأن العالم الواقعي كان بيتحول بظاهرة شرق أسيا ووصولا للظاهرة الصينية يا أخواني أفتكروا الصين دي كانت قابل قرنين فيين؟ كانت حرب أثيون كانت الدول بتنهاشها بما فيها روسيا واليابان والكده يعني العالم بتحول كليا يعني ما بقاش الغرب من الغرب طبعا جزء من العالم المتقدم لكن كمان لاحظوا أنه من عشرات السنين ما بنسمعش عن فيلسوف ولا مفكر غربي يعني كف في الغرب عن أن يكون من أيام سارتر كف في الغرب عن أن يكون مصدر الإلهام مصدر الضوء الشرق بالوقت هو الذي يصعد إلى دائرة الضوء ومصدر الإلهام تجربة ليكوانيو في سنغافورة اللي هي كم مش عارف كيلو حت الجزيرة في البحر كده كان صنعة إلهام حتى الحزب العمال البريطاني بعد سقوط موسكو الشوائية وتخليها عن التأميم ويتكلم عن الشير هولدين السوائتي وكلامة المجتمع المشاركة اللي في الصين دلوقتي هي مصدر إلهام دولة وحيدة بتملك وحدها 35% من التجارة العالمية وهذه النسبة مرشحة لزيادة استراتيجية الحزام والطريق هي تصنع الحاجة والغرب بيحاول يقلدها في قمة السابع الأخيرة كان الموضوع الرئيس الإشو وإحنا عاوزين نقدم معونات وقروض كده زيصين عشان نواجه الحزام والطريق وده بالك من اللازي يضع جدول الأعمال؟ من اللازي يضع الأجندة؟ من العنصر القائد اللي بيخلي الكل يقلده؟ وطبعا الغربة إنه دول متعددة وتعاني من المتاعات الصديقة لها تقدم الستمائة مليار دولار اللي وعدوا بيها ولا غيره وإذا قدمت فستفرض الشروط التي نعرف أنها ستكون عقبات كبيرة جدا الغرب بيثبت عنده مستوى تقدم معين لكن الشرق بيصعد بيصعد في لعب أنهك قاعد إرائب لكن يزهله ويصيبه بالزعر ما يجري ولذلك يتصرف من غير عقل يعني أنت قاعد تلطش في كل الدنيا يعني آخر تعبير صيني سمعته الخارجية الصينية أنه أمريكا كتتصرف كزجاجة مقطوعة الرقب يعني ما فيش عقل هي بتلطش في كل حاجة هي لا تملك أن تفعل شيئا آخر أنا أعتقد بالغرائز لا تملك أن تفعل شيئا آخر في لحظة الحول والخوف من السقوط عن كرسي العرش العالمي أنا أعتقد أنها بتفقد عقلها ومن هنا حتى نصيح كيسينجر غير قابلة للتطبيق اشتركوا في القناة